سعر الخير عاملين ايه؟ توقعات برج الميزان ثاني اسبوع من شهر نوفمبر 2022 وهبدأ بالجانب المهني اسبوع مستقر ولكن موليب برج الميزان هيكونوا مشغولين جدا لاسبوع ده في شغلهم وانا شايف ان دي حاجة كويسة جدا الانشغال هيخليك تحس بقيمة طبعا كلام ليك وليكي ودي توقعات الغيب محدش يقدر يعرفك ربنا لكن احنا بندردش وبنستفيد اني بنتكلم والنصايح بخصوص الاحداث دايما اللي بتدور في حياتنا لان اتوقعات ما بتخرجش برا الاحداث اللي بتدور في حياتنا انا شايف الانشغال ده بقى حاجة كويسة جدا ان انت تبقى مشغول جدا اولا هيبعدك عن المشاكل بالنسبة كبيرة وده على فكرة قريته حاجة تانية هيخليك تبزي المجهود واتطلع طاقتك وبالتالي هتنام نوم كافي فبالتالي هيرجع لما تنام نوم عامليك وكافي بالتالي ده هيعود على صحتك بالفايدة لان الجسم لما بياخد كفايته في النوم غير لما بينام نوم مقطع يعني طيب اه حاجة كمان بقى الواحد لما بيكون مشغول جدا في الشغل وايم بدوره كويسة قوي بيحس بايم يعني ان هو ليه ايمة كويسة كبيرة لان هو ايم بدور مهم ايم بدور فعال بيعمل حاجة ليها فايدة كبيرة الشغل اه طبعا اللي بيشتغل ممكن يكون يقولك يا عم ده نتعبان ده لما شافي انت ما تعرفش ايمة الشغل الا لو قعدت في البيت من غير شغل بتاعيتها ترجع تقول لا ياريت ارجع اشتغل وطعب والطحن ولكن ما عودش في البيت تاني اللي عارف ايمة اللي انت في ده اللي قعد من غير شغل ومستني شغل وربنا يبعث للكل يعني اه حاجة تانية كمان انت طول ما انت مشغول جدا وبتتعمك في الشغل انت بتتعلم وتعرف كل جديد دي حاجة كويسة معنى انك بتعرف كل جديد في مجالك بتزيد خبرتك ودي برضو حاجة كويسة والليها قيمة كمان مادية غير انها بتعلم من قيمتك ان انت كمعرفة قيمتك المادية كمان بتعلم فا يعني دي حاجة انا شايفة كويسة جدا اتمنى ان التوقع ده يكون يعني صح اه مش عايز اي حد يكون متضايق من حتة الشغل الزيادة لان انت معنى ان عليك ضغط شغل يبقى انت شخص ليك دور مهم في شغلك ومعتمد عليك اعتماد كبير ودي حاجة حلوة قوي في حقك ويا ربي قويكو ويديكو الحجمة خشوا بقى على الجانب العاطفي وابدأ بالعزاب عزاب اسبوع فيه فرص ارتباط ولكن حزاري من البداية ده المكتوب او العرض يعني حزاري من بداية العلاقة طيب حزاري ازاي يعني ما تندفعيش ما تتعلقيش بسرعة في بداية العلاقة افهمي اللي قدامك كويس عشان لو تعلقتي بيه بعد كده يعني اه الانفصال او لو العلاقة دي ما كملتش او او هتلاقي هيبقى فيه يعني حاجات سيئة كتير لو القلب هو اللي تحكم الاول انا بشوف ان العقل هو اللازم يبتدي مش القلب لان القلب لو تحكم هيسوق صاحبه والقلب لو ساق خلاص كده انت ممكن تلبس في الحيط وانت ممكن تلبسي في الحيط طب ليه ما لاش حتة الاندفاع المشاعر بلاش حتة ان يتعلق بالي قدامي بسرعة كل دي حاجات مش يعني غلط 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 حتى لو الارتباط ما كملش هيبقى فيها بقى تعب نفسي وعارفين جرح بقى والحاجات النفسية السيئة دي اللي بتحصل طبعا لاحظ بيبقى تعلق بحد والحب يعني جرح وبيبقى الخم يعني فخلي بالكم الحاجات دي يعني بس يا ربي يبعط لكل ولد وبنت الشخصية المناسبة المتزوجين بقى والمختبطين خلافات بسبب روتين الحياة يا جماعة كلمت قبل كده يجب هو مكتوب يعني يفضل التغيير لتجنب الخلافات يا جماعة انا قلت قبل كده كل حاجة لازم ما تبقاش ماشية برتم دايرة يعني الدايرة هي هي اللي احنا فيها ما بنخرجش من العلقة ده طبعا هيعمل الملل والملل هيجيب خلافات حاول يكون في اي تغيير بسيط ان شاء الله انا قلتها بكده تغيروا يعني الصفرة والانتري في البيت تغيروا حركة الاساس في البيت ده ممكن يفرق معاكم انزلوا وتمشوا اعزموا ناس من قريبكم عندكم روحوا انتوا زوروا قريبكم في حاجات كتير ممكن تغير لو فيه صفر طبعا ده يبقى خطير ده الصفر ده لي مفعول جبار يعني لو عملته حتى لو يوم انا قلتها بكده يوم هيفرق هو يوم اه بس هيفرق وهترجعوا كمان مبسوطين وهتناموا مرتاحين وهتقوموا كمان تاني يوم مزاقوا حلو ولكن يا جماعة الحياة الروتينية مش حلوة لازم لازم تفكروا في الموضوع ده بجدية لان لو دورتوا هتلاقوا ان فيه مشاكل كتير بتحصل بسبب الملل بسبب الحياة الروتينية مفيش جديد خلوا فيه جديد والجديد من اللي هعمله انتو مفيش حد هيجي يعمل لكم حياتكم جديد يعني ففكروا ايه الجديد اللي ممكن تبتدوا تعمله خروجة حلوة يعني فيه حاجات كده كتير ممكن تتعمل نزلوا واشتروا حاجة حتى لو بسيطة نزلوا واشتروا حاجة للبيت حتى لو خفيفة ان شاء الله اي حاجة تكون بسيطة ان شاء الله ابا جورة اي حاجة فيه حاجات كتير ممكن تتعمل بس المهم كل واحد على فكرة ممكن يعمل الحاجة اللي يقدر يعملها ابسط حاجة خالص ابسط حاجة لو انت ظروفك المادية وانت يعني بسيطة قوي انكم تنزلوا وتتمشوا في الشوارع انتم بتحبوها في الهوى كده وتتنفسوا وتتردشوا وانتم بتتمشوا ده في حد ذاته هيغير برضو وهيخلكوا راجعين مبسوتين وتاكلوا اكلة لذيذة بعد ما ترجعوا وقتوا بقى الحياة ان شاء الله حلوة المهم يعني يا جماعة اتمنى ان تكون رسالتي يقصد في الموضوع ده الموضوع ده عمل خلافات المتزوجين كتير اما كانش اغلبية خلافاتهم تبقى بسبب الموضوع ده او الامور المادية ولكن خلينا في الموضوع ده دلوقتي ويا رب يا رب يهتسيروا كل بيت ويكمل للمرتبطين على خير الجانب المالي اسبوع مستقر مادين الى حد ما يعني مش اسبوع مستقر مادين بنسبة كبيرة لكن الى حد ما دي اللي هو ها يعني احتمال فاهميني طبعا في الاوف الاخر دي توقعات يعني ولكن خلينا نقول اني يعني لو الاسبوع بستطير مادين دي حاجة كويسة ويا ريت يا ريت نرجع مصارفنا كويس قبل ما نصرفها اما بقى لاصحاب المشاريع اسبوع ضعيفة حركة المشاريع وكمان ارباح ضعيفة جدا الاسبوع ده ربنا يرزق الجميع واللي عايز يبدأ مشروع من موليد برج الميزان اسبوع غير مناسب جدا لبداية المشروع ومكتوب حاجة لا تنخدع بكلام الاخرين يعني ما تكلش حد يقول لك ده احنا هنعمل المشروع الفلان او يقول لك وهنبقى في حتة تانية وهنلعب بالفلوس لعب لا اه انا بشوف ان المشروع ده لو انت مش درسه وانا دايما بقول الكلام ده في كل الابراج وعارفه كويس وعارف سوقه وعمل ازاي وعنده خبرة فيه ما تدخلوش لكن يجي حد يقول لك ده احنا هنعمل مش عارف ايه وهيقل بالدنيا وهنبقى في حتة تانية خالص لا خلي بالك من الكلام ده الكلام ده انت بتدخل مخاطرة بفلوسك وانحنا في وقت يعني ما يستحملش ان حد يخسر فلوسه يعني انت هيقل يعني بس يا رب يرزق الجميع ويديكم الحكمة في في اي ان كان مشروعكو او بتفكروا فيه خش بقى على الجانب العائلي لا يوجد تجمعات عائلية نهائيا الازبادة يعني انا عن نفسي لما بقرأ الحاجات دي ما بقى مبسطش قوي اللي هو قال لي طيب معاه يا ربنا يجمع العيلة العيلة لما بتتجمع بتبقى حاجة كويسة يعني برضو دفء الاسرة وجو تجمع العيلة وكل واحد يطلع بكلمة حلوة اه نقاش في موضوع مهم بتاخدوا رأيه في حاجة دي يبقى حلو لكن خلينا نقول يا رب يا رب يجمع كل عيلة على بهجة وسعادة وفرح ومحبة واخر حاجة بقى الجانب التعليمي طلاب برج الميزان اسبوع موفق جدا ولكن يجب استغلال دعم المدرسين والمعدين للجامعة طيب اه لو فيه يعني المدرس بيكون معاك ودايما بيدعمك او يعني بتفهم منه ودايما بيعيد واشرح بزيادة بيقدم لك كل اللي يقدر عليه استغلي ده كويس قوي وكذلك لطلاب الجامعات لازم تستغله ده كويس قوي لاني ده هيخليك هيرياحك حتى يا رب نجاح لكل الطلبة ان شاء الله وديك هتوقع برج الميزان لتاني اسبوع من شهر نوبمبر 2022 لو عجبكم الكلام ده ولفضت نظركم الحاجة ما تنسونيش في اللايك ولو مش مشترك او مشترك يا ريه تشتركوا عشان شوفوا كل جديد من فيديوهات نوع انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة سوئ لكم لينك الفيديوهات في الوصف الديسكيبشن تحت تاخدوا فكرة يا رب تعجبكم اشتركوا في القناة واسلام